السلام عليكم يا شباب قبل كل شي اضغط لايك الفيديو اذا ما كنتم اشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس اليوم جاب لكم شرح طريقة اغلاق التطبيقات المفتوحة دفعة واحدة طبعا في شو يفيدك هذا الشرح يفيدك في توفير الوقت باغلاق التطبيقات ويضا طبعا لازم تغلق التطبيقات ليش لان لو ما غلقت التطبيقات المفتوحة رح يضعف صحة البطارية رح يقل عمر البطارية حتى تزيد من عمر والصحة البطارية لازم تغلق التطبيقات المفتوحة بعد الاستخدام اوكي الان رح مش صحي كيفية اغلاق التطبيقات دفعة واحدة على حاتف الهواتف اللي فيها الزر هوم والحواتف اللي ما فيها الزر هوم مثل ما تشوفون اول شي نروح لطريقة اغلاق التطبيقات دفعة واحدة عن طريق الهواتف اللي فيها الزر هوم اوكي كيف الطريقة جدا سهل حتى تعرف التطبيقات المفتوحة وتغلقهم دفعة واحدة اضغط عليه ضغطة بضغطين بهذا الطريقة على الزر هوم اوكي بعد ما تضغط على الزر هوم الحين رح يعطيك التطبيقات المفتوحة بازمعك كلها بهذا الطريقة اسحب لفوق خلاص تم اغلاق التطبيقات كلها الحين لو تضغط زر هوم ما في اي تطبيق مفتوح بهذا الطريقة تم اغلاق جميع التطبيقات دفعة واحدة وبالسرعة يوفر لك الوقت بالنسبة للعيفونات الحديثة اللي ما فيها الزر هوم كيف تغلق التطبيقات بنفس الطريقة رح تفت ولكن عن طريق سحب من الاسفل بهذا الطريقة الى الوسط بهذا الطريقة اسحب باسبعك بهذا الطريقة رح يعطيك جميع التطبيقات المفتوحة اوكي مثل ما تشوفون الحين بنفس الطريقة الاولاني تمسك جميع التطبيقات بهذا الطريقة وتسحبها لفوق خلاص تم اغلاق جميع التطبيقات وبس الحين لو تسوي بهذا الطريقة ما في اي تطبيق مفتوح وبس هذا هو الطريقتين لإغلاق التطبيقات المفتوحة فيه طريقة ثالثة لإغلاق التطبيقات على جميع الأجهزة ما في فرق أنك تضغط على زر خفض الصوت والباور رح يعطيك إعادة تشغيل أنك تطفي الجهاز وتشغلها بحاذا الطريقة تشتري تطفي الجهاز وتشغلها رح يقلق جميع التطبيقات دفعة واحد وبس يا شباب هذا هو طريقة الطرق لإغلاق التطبيقات دفعة واحدة إذا أعجبك المقطع اضغط لاك الفيديو إذا لم تكن اشترك القناة اشترك القناة وفعل زرج أعزو بس مع السلام